أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتزز مصر بالعلاقات الخاصة والتاريخية التي تربط مصر واليونان مشددا على الحرس على الاستمرار في الطابع النشط لتطور العلاقات بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز مجلة التعاون المشترك جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي وزير الدفاع اليوناني نيكولاس ديندياس استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد نيكولاس ديندياس وزير الدفاع اليونان وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وسفير اليونان بالقاهرة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن وزير الدفاع اليوناني استهل المقابلة بنقل تحيات وتهنئة رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسو تاكس للسيد الرئيس مشيرا إلى معاكسته نتائج الانتخابات الرئاسية من تأكيد ثقة الشعب المصري في قيادة السيد الرئيس ومشيدا بما يتسم به دور مصر من إيجابية وتأثير في محيطها الإقليمية في الشرق الأوسط ومنطقة المتوسط ومثمنا التعاون المستمر بين مصر واليونان سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي مع قبرص وقد أعرب السيد الرئيس من جانبه عن اعتزاز مصر بالعلاقات الخاصة والتاريخية التي تربط البلدين مشددا على الحرص على استمرار الطابع النشط لتطور العلاقات بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز مجالات التعاون المشترك على الأصعدة كافة وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية لسيما في مجال الدفاع والتعاون العسكري كما تطرق إلى الأوضاع الإقليمية خاصة في الأراضي الفلسطينية حيث استعرض السيد الرئيس الجهود المصرية للتوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية بالعوائق مشددا على أهمية حماية أهالي القطاع من الوضع الإنساني المأساوي الذي يعانون منه ومؤكدا استمرار مصر حكومة وشعبا في تقديم المساعدات الإغاثية للشعب الفلسطيني بالقطاع بالإضافة إلى تنسيق وإيصال المساعدات المقدمة من المجتمع الدولي وضرورة تكثيف الجهود الدولية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة حيث اتفق الجانبان على خطورة الوضع وضرورة التهدئة والسعي لإيجاد حلول سياسية للأزمة الحالية حرصا على أمن واستقرار الإقليم الذي تتزايد مؤشرات الخطر به